أنت طلبت الاهتمام بمن هم خارج أسوار الأهل حتى وإن حملوا بداخله من نادي الأهل بكل معانيه واحد من هؤلاء النجوم محمد ناجي جده جده نجم الأهل السابق قال في تويتا مهمة بعد هذه القرارات علمهم يا تاريخ أن الكاذبة لا يدوم وأن الولاء لا يباع ويشترى وأن الوفاء شيمة لن يستوعبها عابد الدولار مشت كده لا رد السيناريست الدكتور متحة العدل رجل زمال كاوي ديقته تويتت جده فرد قال له يا حاج ده انتبعت التحاد السكندرية ووقعت للزمالك ولما شفت فلوس الأهل أكتر حولت على الأهل وبتقول والاء لقد امتهنتم كل معاني الكلمات الفساد أصبح شطارة والسرقة والفهلة وقموس الكلام دايق جده رح رادد عليه يا حاج متحد ده كلام جده حاج بحاج أيوة حاج بحاج والبادي حاج قال له يا حاج متحد أولا فلوس الزمالك كانت أكتر من الأهل عايز يقول له أنا اخترت الأهلي بفلوسه الأقل ثانيا أنا ما بيعتش لالتحاد خالص الاتحاد خاد سبعة مليون واثنين لعيبة من الأهلي وانتوا كنتوا عايزيني أبيعه انتوا كزمالك في عرضكوا ليه كنتوا عايزيني أبيع الاتحاد واسأل الحاج محمد مصلحي وبيقول له جده ثالثا أنا مش أصدق أصلا أي حاجة بالتويتة دي مش عارف سخنتي ليه ولا اللي على رأسه بطحة وخلص التويتة جده جده جي للأهلي رغم العرض الزمالك الأعلى بص شوف كتابات محمد العدل وانشغاله بفريقه فقط الأهلي وشوف أخوه ده أهلاوي محمد ومتحة زمالكه شوف مشغول بإيه مش مشغول بالزمالك بقى وفرحان بيه وبأداء مشغول إنه يدور إزاي يضغاز ويغيز من خلال التويتات مع المنتميل النادي الأهلي بلغة ده شاعر شاعر كبير وله شغل أنا بحبه وشايفه في قيمة معينة مش بتاليح الكلام مش بتاعك وحج وبعت وعملت وتخش تخليه رد عليك أما الحقيقة محمد ناجي جده قبل أن يسافر إلى المنتخب أنجولا أنجولا 2010 حصل الزمالك على توقيعه باتفاق إنه خلصوه مش يخدوه ببلاش يخلصوه من نادي الاتحاد وكان بقيله ست وشهر فمضوه قبل دي قبل يناير قبل يناير واخد بالك وهو وعد وعد وكان فيه ناس محترمة شاهد هذه الواقعة فلما رجع بعد أن تقلق وصار هده في البطولة بأشهر بديل في أفريقيا لما اكتشف أنه هما مستنين يخدوه ببلاش آخر الموسم صارع بالتوقيع والمؤامد ما كانش الأهلي في المشهد خالص بالتجديد للاتحاد عشان يحافظ الاتحاد على حق آه يعني زي مالك هو اللي كان هياخده علشان يضع على الاتحاد فلوسه هو ما تضع وما كلمش الاتحاد نادي الاتحاد سكنداري ما تفوتش معاه فراح الحاجة محمد لما حس بالموقف قاله تجدد قاله أجدد خد بالك من النقطة اللي جاية دي الزي مالك رح رافع شكوى وقال دا مضيلي ازاي يجدد وهو مضيلي درس الاتحاد الموقف في اتحاد الكورة ولقى شؤون اللاعبين وجدوا الحق مع مين الاتحاد سكنداري فحكموا للاتحاد السكنداري في حقه في جده اهل 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 راح يشتري من الاتحاد عندما سجل في قائمة الاتحاد يعني لو لم يحكم الاتحاد اتحاد الكورة بقى حقية الاتحاد سكنداري في جده ما كانش حطوه في قيمته وطلع له كرنيه اي فراح النادي الاهل اشتراه بسبعة مليون واعارة اتنين اللاعبه منهم اه الكابتن احمد اه علي محمد علي الباك اه احمد علي احمد علي الباك رايت اللي جبناه من المنسورة اه وصيب يعني يعني كان حظه وحش اي كان كان لعيب هايل او صحيح والحد النارغة الحقيقة انا بيعجبني لعب احمد فانت لما تشوف المشهد ده راجل اشتراه الناديه كان يقدر يقولهم زودولي اه مرتبي وانا مش هجدد للي تعال سكنداري واخر السنة حجلكم وكانت خلصة الليل على كده احمد انما هو طبعا ما هنش علينا دي ما كانش يعرف النادي الالي لسه هياخده ولا لا اي ما يعرفش احنا بدأ الموضوع لما استنينا نشوف الموقف ده راح انتقل ايه اتسجل في قائمة الاتحاد سكنداري خلص اتصلت بالحجة محمد مصلح تبيعه قال ده انا لسه مجدد وقلت له كويس هو دلوقتي بقى في حتة يعني وجاله عروض من الزمالك وجاله اعتقد ان هو هيحتاج يعني هيحتاج وبعدين الرجل اشتراك وجدد لك شوف طلبتك ايه طلب تمانية خد سبعة زائد اعارة اثنين اللاعيبه في صفقة رائعة لكل الاطراف وجاء جده فرحت تاني وانا مندهش جدا من المغفو في اتحاد الكرة اللي بقولك نادي الدولة ونادي السلطة ازا مالك يطعن انه مضيله طمانت خلاص فصلت في ادي قول لي كابتن حازم يامان كان ممكن يدخل السجن في الحكاية دي ما كنتش احب اعيزنا الحكاية اه طبعا لان هي زات الصلة مباشرة انا ايه مش يخش السجن هو هو دعني بس عشان احاول لك ازاي جاهد دور انما انما هو التحدي على اي اساس فانا ابعدتوا انتولهم وهم اوقفوه وحقاوا معاه فانا رحت انا والاستاذ هشام عبدالربو المحامي كان بتاعه بتاع التحديثة جنداري عشان نحضر فلاجن شؤون اللاعبين قالوا يجي لوحده ازاي عم من حق يبقى معاه محامي انت ده فيه اصالات وفيه حاجات قالوا طب المحامي يقعد اه والاستاذ عادلي بعد حضرتك انت مالكش صفة قلت له انا موافق امش بس انت عملتلي صفة قال لي ازاي قلت له انت وقفت اللاعب وانا بمسل نادي الاهلي ارفع الاقاف انت وقفت اللاعب لحين انتهاء التحقيق ودي جديدة مش جديدة غريبة افرن دوله طلع براءة يبقى انت ضرتني على الفاضي بالضبط ارفع الاقاف وانا حمشي دلوقتي حالا وبعد ما يدان ابقى وقفه بس انا حقول كلمة واحدة ألم يسبق الفصل في هذا الامر بقى حقية الاتحاد السكندري فين دور الزمالك هنا اجزا مالك قدم هذي المستندات في مواجهة الاتحاد في مواجهة الاتحاد وتم الحكم فيها وانا اشتريت من الاتحاد بشكل مماشي ولكن نادي الدولة حضروه بالمحامي بتاعه وحاكموا ب12 مليون جنيه ورفضوا كلام جده بانه في تزوير في تاريخ العقد في تزوير هو ما مضاش هو مضى على حاجات عقود على بيضع على اعتبار انه لا ما اتفاوش من الاتحاد السكندري حدوهاله ده الوعد وما خدش فلوس طلعوا يصال وكتبوا شروط جزائية ب12 مليون جنيه هنا الاتحاد ادى الجده الحل السحري انه ينجو انه طعن قال ايه انا هستاش الوكلة بتوعي رفضوا فطعن بالتزوير على الاصال فدشته هذا الكلام فكان ينبغي انه لان انت التزوير بقى دي جناية او جنحة و ليها سكيتها فاشتكى في النيابة النيابة لما جات تشوف الاوراق استدعوا حازم قبل ما استدعوا حازم للشهادة استدعوا ايبراهيم حسن حمد انور لا متحة عبد صبور لا 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 حمد اعتقد حمد انور لا يا سيدي ايوة كان وقتها لسه ماشي لا بدر حاجة بدر الادارة اللي كان مع حسامو ابراهيم ايوة هو اسمه حمد ايه اه اه المهم استدعوا فقال لهم والله انا سلمت هذه العقود يوم اثنين يناير لشؤون القانونية في الزمالك وكانت فضية ام فجابوا العقود لقوا متطرخة في واحد يناير ومليانة ام هو استشهد بمين بقى بالكابتن حازم امام انه كان حاضر للجلسة اللي قالوا له وليد بدر وليد بدر اه ان 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 ساشهد بكابتن حازم انه كان موجود وهو بيوقع وقال له انا اللي هجيب الاستغناء وانا اللي هخلص مع الاتحاد يا ايه ما هنديلك مش هندرك بالورق ده ام تفتكر الموضوع تعالج ازاي في النيابة شمال الجيزة لا تعالج ازاي اه راحل حفظنا على ماء الوج اه راح الزمالك بعت الفلوس للنادي الاهل مش لنادي الاهلي في حساب اللاعب جده في البنك في النادي الاهلي وجاه المدير التنفيذي بالفلوس حطها عشان يسددها لزمالك ويبني ان كده الزمالك قال لي خاد حقه يعني ام وحفظت القضية ام ولم تغلق ام حفظت فقط هذا هو السرد اللي بيقول اه جده باع جده ما باعش جده كله كان عايز اشتريه ايه هو قال لهم اشترى الاهلي اشترى الاول الاتحاد اشترى الاتحاد السكنداري اه احترم وجوده في الاتحاد السكنداري وما كانش عارف ان فيه حد حيقدر يدفع فيه الفلوس دي وقرر ان يبقى في الاتحاد السكنداري مؤكد بفلوس اقل بكتير من اللي كان حيغض اشترى الاتحاد السكنداري